بسلام خير على عشاقكم ومشاهدي شاشة قناة النادي الاهلي اهلا ومحاول بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي المجري النهاردة عندي كده في الانترو كده كده حاجة عاوز اتكلم عليها بدأ الدور العام بقى انها كم اسبوع دورة اتلعب فيه ايجابيات وفيه سلبيات بس السلبيات اكتر من الايجابيات واحدة يقول لي انت على طول متشاهم والله العظيم ابدا انا عايز كل حاجة تمشي زي الساعة لان احنا مش اقل من اي دولة في العالم سواء دولة عربية او دولة اوروبية الاندية المصرية استعدت كويس جدا واستعدت قوي 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 للدور العام وكل واحد جاب الصفقات بتاعته وكل واحد جاب اللعيبة اللي محتاجها وشوفنا الصفقات لدرجة فيها اندية وسط 10 او 11 لعيب ما تكلمناش عليك اذا بالعكس تظاهرها كويسة زي ما بقولك حسن من المنتج بتاعك عشان المنتج بتاعك يدبع كويس لو جينا اتكلمنا عن دي من الايجابيات اللي انا اتركوا عليها في الاول يعني لو جينا اتكلمنا بقى على بعض السلبيات هلاقي التحكيم مازال التحكيم محلك سر مازال التحكيم محلك سر تحكيم مهزوز هناك اعتراضات من الاجهزة الفنية واللعبين مجرد ما بيلحكم بيصفر ان فيه ضرب الجزاء او الغاء الهدف او او بلاقي الجهاز الفني بيلعبين بكل الناس كلها دخلت الملعب هو فيه ايه يا جماعة فين شخصية الحكم ايه انت شفته اللي بربول بتعمل ايه الراجل الحكم عمل ايه كلوب بس اعترض عشان كورة فاول برا انت حكم انت 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 الحكم بتاع الملعب انت العدل بتاع الملعب مفيش حد يعترض عليك انت معك سفارة ومعك كروت انت بش جاب الكروت دي عشان تتمنظر بيها لا 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 انت مازال حكامنا مهزوزين يعني ايه مهزوزين انا بقول لكم مهزوزين لان ده محتاج شخصية قوية من الحكم ما يفرقش معك لفلان ولا علان ابو الصلاة الحكم طلع بزفة وخارج بزفة الناس بتحرصوا ويحاوطوا عليه وابو الصلاة في البدن ما يصفر الماتش الهفتايم الاولاني او انتهى الماتش ابو الصلاة ناس داخل بتتكلم على الحكم وبتشتم الحكام انا بقول لكم فيه لعيبة بتتعدى على الحكام بتشتمها ازاي ازاي عارز اعرف ازاي وما الحكم حكم ده هو مفروض اسمه حكم انت اللي بتحكم بين العدل وربنا ادى لك حاجة اسمها العدل ومعك سفرة ومعك كروت احكم وما تخافش خلي شخصية قوية على الناس كلها ابو الصلاة فاول فاول اللعيب رايح ما يقدرش على الحكم يمرأ على الان زمان هو مين بيحكى مين بيدافع عن الان زمان المفروض الحكم لعيب اللي بس يرفع وشه كده هياخد انزار لعيب اللي بيشعجبه بتاعه برا عشان يبقى كله بتواسية وارجو نبقى فيه عدل في الانزارات بالذات لان فيه بعض الحاجات كده الواحد شاممها كده من بعيد ما ينفعش ارجو زي ما بتتعامل مع الاندية الكبيرة اتعامل مع الاندية الصغيرة ادي لكل واحد حقه ادي لكل واحد حقه خلي بقى اتحاد الكورة خلي عندكو عدل شوية خلي عندكو عدل شوية وبعدين انا سمع دلوقتي من بعض اعضاء مجلس زرات الكورة او شاممها شمناها كده ان على طول مش موافقين على قارات الرجل الانجليزي رئيس ناجة الحكام او اللي بيطور الحكام طب انتو عايزين ايه عشان مش عارفين تلعبوا عشان مش عارفين تقول له حكم تعالى والنبي الماتش ده ماشي لفلان وده لفلان وده لفلان انسوا انا بقول لاتحاد الكورة انسوا لا الاندية هتقبل ولا الجماهير هتقبل ولا اي حد هيقبل الجماهير بدأت الوقتي بدأت ترجع للملاعب وانا هتكلم على حتة الجماهير خاصة جمهور النادي الاهلي انا بتكلمش على الجمهير تاني يارب يحضره زي ما وايحضره انا بتكلم على جمهير الاهلي انما انا بتكلم على حتة التحكيم مش عايزين المنظر روحش اما الحاكم بيصفر من التالي المباراة ابصة لقي سيكيوريتي جيريو حوالي خمسة ستة ويحوطوا الحاكم ليه هو عمل ايه سيبوه يخرج واللي يتعد عليه يتشطب يتشطب انما احنا بنعمل زفة في الخروج وزفة ايه مانا في ايه نتعلم لقطة نظام بقى يا جماعة احنا بيشوف الدورات اللي جنبنا مش هقارن بقى بالدورات الاوروبية واحنا بيش اقلم من الدول دي كلها احنا اللي بدعنا كل شيء المصري هو اللي بدع كل شيء في الدنيا بس احنا فين دي سلوكيات بقى عشان كده بقول مجلس الدارة التحاد الكورة ايه بعد عن رئيس ناجل الحكام بعض الحكام اللي هم بصورين ماشيين كواس قوي الكبار رجعت ريمة لعدتها القديمة محدش هيوافع لحاجة زي اللي حصل للسنتين اللي فاتوا مش للنادي الاهلي بس لا ده الكل الاندية في ناس اتظلم اتظلم بيين في كل حاجة عشان يكسب فريق على فريق مفيش جهة ان احنا نتكلم ونفتع الحاجات دي انما لو حصل حاجة زي كده هنرجع تاني ونتكلم فبقول الاتحاد الكورة اتقوا ربنا شوية في لجنة الحكام وانتقوا ربنا للحكام انا سمعت ان الحكام الدوري بدأ هم بدأوا بدأوا يدوهم مستحقاتهم طب كنتوا فيين من بداية السيزة كنتوا فيين استني فلوس ما انت عندك فلوس مش الاندية اما بتيجي تأيد لعبين مش بتدفع فلوس للاتحاد المهم دي من الحاجات اللي هي كنت لازم اتكلم فيها الحاجة التانية انا لسه ما بقول في بداية الكلام بقول ايه نحسن من منتج بتاعنا التصوير التصوير والاخراج بصراحة حاجة سيئة اسف اذا كنت بقول كده حاجة سيئة ماتش بتلعب ابصة لقى المخرج المصور اللي جايب لي ولد صغير في المدرج فوق وهو قاعد حتى مش بص للكاميرا طب لازمتها ايه عشان قريبك يعني او عشان واحد حبيبك قال لك وانا بهت الكاميرا عليه نسبنا بقى من الكلام الفاضي بتاع زمان ده بقى انتو اخرجتوا قبل كده مباريات على في البطولات هنا ولا البطولات العالمية انما في الدورة العام الصورة وحشة قاوي 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 زي الزفت انا بقول لكم زي الزفت ابصة لقي هجمة مهمة جدا يقوم قاطع جايب مش عارف حاجة تانية واحد من الجمهورة واحد من الجهاز كرة المفهول تتعادي عيدها فين بعد ما الماتش يخلص او الدورة يخلص هو ايه اللي جرالكم هو فيه ايه المصورين يفوقوا شوية احنا بقول لكم بنحسن مين المنتج النهاردة الدورة العام المصري بدأ بفيه شكل فيه شكل كويس يعني فيه اللي عندها صرفت كتير قوي عشان تعمل لعيبة كويسة ففيه كرة فين ادية في الملعب انما التصوير سيء وزي ما تقول لكم الحكام برضو مش للدرجة مش للدرجة خالص فعشان كده المصورين انتو فيه ايه مالكو انتو بتخرجوا بقى فيه باخراج مباريات عالمية ما بتتعمل هنا في مصر ودورات في كل شيء بنشوف كرة اليد وبنشوف كرة الطائرة وبنشوف اشمعنا كرة الخدم مالها هتقول لي ما عندكش امكانات لا عندك امكانيات عندك في المخازن عندك كاميرات بالهبل بس ده كسل من المخرجين وكسل من المصورين يعني لما بشوف مصور في الملعب مركز له لحاجة معينة وكل لقطة لازم يجيبها وفيه ايه وفيه ايه يا جماعة اهتموا بالمشاهد شوية اهتموا بالمشاهد الناس يعني دي الحاجة الوحيدة اللي الناس بتطلع لجواها الكرة القدم لا اعادة صح ولا تصوير صح ولا الزوايا بتاعت حتى يعني بيقولك في الوفصايد والكلام ده كله مفيش زاوية واحدة بس بيجيب بينها ليا لين واحد فيه حاجة من ورا الجول فيه كاميرات ورا الجول حدي جاب حاجة من ورا الجول لعبة تعادلت مرة واثنين وثلاثة واربعة من كذا جهة دي احنا شفنا الهدر بتاع محمد صلاح مشيستر سيتي متصور بكم كاميرا هتقولي احنا عمداش كاميرا نا عندك كاميرات انت اللي مكسل انت اللي مكسل لازم تفوق شوية نحس من المنتج بتاعنا شوية الدورة بتاعنا لو اهتمنا بيه التصوير والتحكيم واللعبين ازا ما حصل هتلاقوا حاجة تانية خالص وانا بقول لكم الكلام ده والحاجة التانية انا ما بلاقي حاجة كويسة بنقول حاجة كويسة بلاقي حاجة وحش بقول حاجة وحش انا اللي عايز حاجة من حد ولا مستني حاجة من حد ولا مع حد ولا ضد حد كلامي واضح انا مليش مصالح مع اي حد ولا بفكر ان انا عايز اخد اي منصب ولا explorations انا الحمد لله ربنا ستراها معايا واتمنى من ربينا عزنا احسن ختمنا وليش عايزنا حاجة من حد اخر حاجة اللي هي الجماهير الجماهير طبعا أنا أتكلم خاصة على جميل النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي أنتوا السند الوحيد للنادي الأهلي أنتوا اللي حققتوا البطولات دي كلها السنين اللي فاتت عشان أبص في المدرج ألاقي أربعة ألاقي ألفين أو ألفين وخمسمية موجودين في المدرج طب فين 2006 وفين بطولات إفريقيا النهائي وفين الجماهير اللي هي كانت بتحضر في المدرج والناس رايحة عشان تتبسط راحة راحة عشان تستمتع أبص لقي ألف وخمسمية ألفين وخمسمية وبعد يقول لك قصة إيه قصة مش عارف تذكرتي بتفتحها ساعة وبتسيبها لأ الجماهير مش عارزة تروح ليه كانت الجمهور أنا عذركوا السنتين اللي فاتوا كنا وحشين بس صلحنا من نفسنا هون والفرقة بسم الله ما شاء الله رجع التاني شفتوا بداية المباريات كانت عاملة إزاي للنادي الأهلي مدرب على مستوى عالي جدا ما شاء الله لعيبة خدت راحتها ورجعت تاني بكل قوتها والمنافسة اللي على الخط أحسن من الناس اللي جوه وكله بتنافس بتنافس شريف فإيه جمهور الأهلي إحنا متعاودين منكم كده متعاودين منكم إن إحنا لقيكم ورا النادي وورا الفرقة ورا ناديكم العريق أنا بقول لكم والله العظيم ما مجاملة كل البطولات اللي حققت على مدار السنين اللي فاتت دي والقرون والكلام ده كله أنتوا السبب فيها أنتوا بتدوا دفع اللي عبيد غير عادية إنما ملاقي ألفين أو تلت تلاف في الملعب ما ينفعش نكبر المسؤولين إن إحنا لازم نزود الملعب جميل النادي الأهلي عاوز أشوف جمهور النادي الأهلي تاني في المدرج اللي هو بيساعدنا بصوته وبيساعدنا بكل حاجة بس بعيد عن خروجة عن الروح الرياضية أنا عارف أنتم ركزين مع فرقتكم بس أنا عاوز أشوف الملعب مليان عاوز أشوف جمهور النادي الأهلي وورا فرقتها أنا بقول لكم أنا باتكلم مع بعض اللي عبين قالوا كابت إنه الجمهور ما مش موجود أحنا بنشكر الناس الجمهور اللي هي بتروح الماتش بس إيه ألفين أو تلت تلاف ما نفعش عاوز أشوف المدرج اللي وورا جول ده عاوز أشوف كله موجود عاوز أشوف الأغنية بتاعة النادي الأهلي بتهز أي حاجة اللي بترفع من الكيان نفسه أنا عاوز جمهور النادي الأهلي يحضر تاني ودي بقى رجاء لجمهور النادي الأهلي يحضروا في الملعب بولادكم وبعائلاتكم واستمتاعوا لأن الحمد لله مصر بلد الأمن والأمان فأتمنى أتمنى أن أنا أشوف جمهور النادي الأهلي يعني مش أقولك مليان السادة مالية مصر وكلها فعشان كده أنا أتمنى المباراة اللي جاية نشوف جمهور النادي الأهلي تاني أنتوا السند الوحيد أنا بقولي السند الوحيد للنادي الأهلي وربنا هوفقوا أنت فرقكوا رجعت والحمد لله والأمور ماشية كويس قوي ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى الدعاء لفرقتنا نتكمل بنفس القوة الكرة هي مصدر السعادة للشعب المصري والكرة لجمهور النادي الأهلي هي السعادة مصدر السعادة فليه بقى ما نشوف الملعب كده فاضي ومن من منلاش الملعب وربنا يوفق إن شاء الله